موسيقى حروب الاعلام طفان الاقصى من الميادين مساء الخير وأهلا بكم أقل من 24 ساعة في مستشفى الشفا ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى محيط المستشفى خالي الوفاض فيما تنهار سرديته وأكذبه بشأن ما روجه على أنه مقر القيادة العسكرية لحماس فلهو وجد مقاتلين ولا أنفاقا ولا حتى أسيرا من أسراء في حلقة الليلة نستكمل ضحض هذه الرواية الإسرائيلية التي تضع العالم اليوم أمام مسؤولية أكبر في تبني أو التعامل مع كل ما يصدر عن هذا الاحتلال نرحب كالعادة بمديرة الميادين أونلاين الزميلة بهية حلو مساء الخير بهية أبدأ معك بهية لأن مجمع الشفاء هو العنوان الأبرز منذ ساعات الليل ساعات الفجر الأولى بيوم ليل الأمس حتى هذه اللحظة كيف يمكن أن ندرج ونفصل هذه الرواية الإسرائيلية التي سبقت بساعات قليلة ما جرى في اقتحام مجمع الشفاء صحيح وفا اليوم سنحاول أن نستكمل ما بدأناه بالأمس حول موضوع التضليل بما يتعلق بالمستشفيات وهذا يرتبط بشكل رئيسي بمحاولة الإسرائيلي الفاشل الذي يفشل حتى اليوم بإيجاد أي إنجاز أو تقديم أي إنجاز للجمهور محاولة أن يصنع وأن يخلق إنجاز معين مرتبط بتدمير المستشفيات وانطلاقا من مزاعمه بأن حماس لديها معاكل ومراكز موجودة تحت المستشفيات هذا ما رصدناه في الإعلام وفي التصريحات وفي تفاعلات الجمهور المرتبط بالسرديات التي يحاول تقديمها خلال المحور الأول سنحاول أن نفصل في عدة جزئيات منها ما يرتبط بتصوير السيطرة على مستشفى الشفاء وكأنه انتصار وهو في المقابل استمرار للإبادة الجماعية التي تحصل بحق أهل غزة نحاول أيضا فضح أكذوبة الاحتلال بخصوص المستشفى بشكل أساسي ونفند المادة المضللة التي وزعها ونشرها وكيف تعامل معها الإعلام الغربي نحذر أيضا من سيناريوهات تضليل شبيهة بفيديو مستشفى الرانتيسي الذي عرضناه وتعاملنا معه البارحة سنحاول أن نستعرض أيضا كيف أن المستشفيات والعاملين في المستشفيات يتمتعون بحماية القانون الدولي الإنساني وكيف تملص وتهرب منها الإسرائيلي وأيضا المجتمع الدولي والولايات المتحدة من داخل المشفى كيفية التعامل شبان كانوا بشكل كامل معرّيين من ثيابهم لممرضين لنشط وحتى مرضى داخل المشفى هذا أكبر دليل على سقوط هذه الحماية لهذه المنظمة الدولية وسنفند موضوع ضوء الأخضر الأمريكي لقصف المستشفيات بالسياق الكامل حتى سياسيا وأعلاميا ونحاول أن نستعرضه مع الجمهور وسنحلل أيضا تعاطي وسائل الأعلام الغربية مع هذه المادة أي مصطلحات استخدم أي سياقات قدم كيف تهرب من بعض الجزئيات وأعاد تبرير كيفية تعاطيه أو تراجع عن بعض التصريحات وما شابه وأخيرا سنتحدث عن استحداث بعض الوحدات للتحقق من المعلومات ونتعامل مع جدوى هذه الوحدات الجديدة وتوقيت استحداثها وكيف تتعامل مع المحتوى وعالم صناعة المحتوى سنبدأ بالتصريحات الإسرائيلية بالساعات القليلة التي سبقت الساعة الواحدة فجرا لاقتحام المشفى كان العنوان الأساسي على ما أعتقد بأن حماس تتمركز بداخل أو بتحت المجمع الشفاء القيادة المركزية حتى تم الحديث عن أسرى إسرائيليين هو الترويج لأننا نتحدث عن عائلات الأسرى لذلك نعم بالفعل هكذا تدرجت وفاء الرواية الإسرائيلية بداية كنا نتحدث عن تصريحات أو كنا نرسل تصريحات رسمية إسرائيلية تكثفت وتعززت في الساعات القليلة الماضية مفاد أن هناك تنفيذ لعملية دقيقة هذا المصطلح الرسمي الذي صدر أيضا للإعلام الغربي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء بناء لمعلومات استخباراتية وضرورية في العمليات التي تحدثوا عنها لكن بعد هذه السردية التي روج لها وبعد تبني هذا العنوان وتصدير هذا العنوان قدم هذه المزاعم ماذا حصل بعد اقتحام المستشفى وخلاصة هذا النهار الكامل نتحدث عن تصريحات إسرائيلية على لسان حال أعلام الإسرائيلي أيضا جرى عرضه والتعامل معه بأنه لا مؤشرات على وجود أي أسرة إسرائيليين بمستشفى الشفاء في مدينة غزة هكذا كانت التصريحات أيضا العملية العسكرية ضد مستشفى الشفاء لم تصفر عن سقوط أي مصابين أو ضحايا هذا بلسان حال الإسرائيليين سنتابع يمكن بهذا الفيديو لمراسل قناة الثالث عشر ما ذكر تحديدا بهذه الرسالة لتكذيب ما قالته وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى رواية الإسرائيلية الرسمية ما كشفوه في مجمع الشفاء مخزكوا جام بشيفة أخطفين بمرتب على ماذا يدلل حينما نتحدث هنا عن رواية إسرائيلية بلسان مراسل قناة الثالث عشر يمكن أن نعتبر أن هذه انتكاسة في السردية الإسرائيلية انتكاسة جديدة لأنه تحدثنا في المقدمة عن أنه يحاول التضليل بموضوع المستشفيات وبالفعل هو لا ينجح لبل في كل محاولة إضافية يعني ينحدر المستوى الذي يتعامل به الإسرائيلي اليوم هذه انتكاسة إضافية تضاف إلى الانتكاسات التي عيناها حول السرديات والمادة المضللة التي يستخدمها الإسرائيلي تحديدا بخصوص موضوع مستشفى الشفاء يمكن أن نقول أنه كانت انتكاسة أمريكية أيضا لماذا؟ لأنه رغم كلام جون كيربي اليوم أن الولايات المتحدة لم تمنح الموافقة كما أشار لخوض هذه العمليات العسكرية حول المستشفى الشفاء إنما كانت الخطة والتنفيذ يعني إسرائيليين وأمريكا لم تشارك فيها إلا أنه على مدى الأيام الماضية وفا يعني على الرغم من كل هذه التصريحات كان الكلام الأمريكي واضح جدا وأمام مرأة الجميع ورصدنا على المنصات بالوسائل الإعلام الأمريكية أيضا في تبني المزاعم بخصوص مستشفى الشفاء هذا واضح جدا يعني اعتبروا أنه هي في مقر لحماس مقر عسكري لحماس وكل ما يندرج في هذا السياق كان أيضا في تبني كامل لهذه السردية الحديث الأمريكي كان يستند إلى معلومات استخباراتية من دون أن يحدد مصدرها وهنا يعني جوهر الموضوع هذا ما لم يجعل أنه من المتحدثة باسم البنتاجون تسلم أو تعطي أي إجابة من الإجابات التي طرحت على أسئلة المراسلين الذين كانوا يتواجدون ويطرحون الأسئلة عليها إذن دائما يقولون أنه نستند إلى معلومات استخباراتية نستند إلى معلومات أمنية خاصة أمريكية ولكن الحقيقة هي تعود إلى الرواية أو المعلومات الإسرائيلية ولكن اللافت هنا نتعامل مع أشخاص أو مع صحفيين حتى ومراسلين وناشطين لم تعد تنطل عليهم هذا الأسلوب ولا هذه الأكاذيب هم يسألون لماذا تستندون وأي معلومات استخباراتية أنتم تتحدثون عنها ليكون الجواب أنه ليس هناك أي مادة موثقة أو معلومات أمنية أو استخباراتية وأنتم فقط تتبنون السردية الإسرائيلية وهذا ما سنعينه الآن سنتابع ماذا قال المسؤولون الأمريكيون حول هذا الاقتحام لمجمع الشفاء نتابع بهي ومن ثم نعود للتعليق والتحليل موسيقى 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 السلوب من السلوب من المتالي يوجداس للمجموع الق hierاب و estáتحاول إلى الموجود والوفارات من صباحة LeС Ruiz والbrarب موسيقى قسل صحيح غير موسيقى قوة سيدي موسيقى قوة سيدي رحبت موسيقى موسيقى لا نظام من الموسيقى في الموسيقى So you have no one entering the hospitals to verify this information, right? We have no boots on the ground in Gaza The question is, how did you conclude that assessment based on information received from your Israeli counterparts? Well, I'm not going to get into more specifics on how our intelligence is collected What I can tell you is there are multiple agencies as you know here within the department and across the administration ملتاة أجنسيين يتحللون ومعيشون الإمتعادة لكن لا أستطيع أن أخذ أي مقابلات عن كيف تتحلل الإمتعادة لكنك تتحدث أن لا يوجد اشتراك في المنزل أو اشتراك في هذه المنزل لتحدث الانتعادة التي تتحدثت معها سأقوله أخرى لا يوجد اشتراك في المنزل السيدة سابرينا المتحدثة باسم البنتاجون ليس لديها عملاء تتحدث بشكل واضح بعد إحراجها من قبل السؤال الصحفي عملاء على الأرض إذن الاستناد حتى بالمعلومات الاستخبارية هذا أمر ملفت بهية إلى المصدر الإسرائيلي هم يتهربون كلما تعرضوا للإحراج وفا يتهربون من الإجابة ودائما يقولون أنه لن نعطي تفاصيل إضافية ولن نقدم معلومات إضافية الفكرة أنه ليس لديهم أي معلومات إضافية هم بشكل بسيط وواضح ومباشر جدا يتبنون السردية الإسرائيلية وهذا ليس خافيا وهذا ما تعكسه أصلا خطابات للسياسيين وهذا ما تعكسه وسائل الإعلام الأمريكية التي تتبنى وجهة نظر الإستابلش منتل الأمريكية بشكل أساسي وبشكل أعلاني نحن أمام إدارة أمريكية تعيد صياغة الدعاية الإسرائيلية باعتبارها تقييما استخباراتيا وهنا الخطورة رفعت عنه السرية كما لاحظنا من هذا التصريح لدعم واحدة من أفضع من الفضائع الكبرى التي تهدف إلى التطهير العرقي الذي يمارس بحق الأهالي في غزة ويحاولون أيضا ترسيخ نظام فصل عنصري إسرائيلي ويثبتونه كحقيقة دائمة وهذا يمكن رصده بأي فيديو بأي تصريح وبأي طريقة تعامل مع موضوع مستشفى الشفاء اليوم ما ظهر في مستشفى الرانتيسي وما عيناه البارحة قبله بموضوع مستشفى المعمداني وكيف تبهنوا الموضوع منذ اللحظات الأولى وكيف أشاروا أكثر من ذلك إلى أنه قاموا بتحقيقات وأنه لديهم معلومات عن أي معلومات نتحدث الإعلام الأمريكي نفسه اليوم والبارحة يتحدث عن التحقيقات العملية اليوم التي أظهرت أن إسرائيل هي التي تقف خلف هذه التفجيرات وخلف هذه الاستهدافات للمستشفيات بشكل أساسي أن يأتي هذا الأمر على لسان حال الأمريكيين هذا دليل أنه فيه تلاعب بطريقة تقديم المعلومة بطريقة تقديم المادة للجمهور وأنه فيه سياسة ومنهجية عمل واضحة لإحتضان المادة الإسرائيلية ولتحويلها لمادة لا يمكن المساس بها أو التعامل معها إلا أن تشبه المادة الاستخباراتية والأمنية ولكن المرفة للانتباه أنه تدرجنا بالروايات بهية في فشل في تضليل واضح وحتى إظهار هذه الأجذوبة للمجتمع الغربي أتحدث بالداخل الأمريكي أو للمجتمع الغربي لم يتعلم هؤلاء المسؤولين الذين يتحدثون باسم المؤسسات العميقة أو الدولة العميقة مؤسسات الدولة العميقة بالداخل الأمريكي من هذه الأخطاء التي تراكمت بالغوص بالغرق بالوحول الإسرائيلية بهذه أروايات بحرب الإعلام هنا لا لهم يتعاملون مع جدوى التضليل يعني اليوم هذه الجزئية ربما تحدثنا عنها سابقا ولكن لابد من الإشارة إليها مجددا أنه اليوم ربما من الأهداف الأساسية التي يعني يستفيد الأمريكي أو يستفيد الإسرائيلي بتصديره وتواطؤ مع الإعلام الأمريكي منها بموضوع التضليل أساسا هو أن يضع المقاومة والإسرائيلي بنفس الخانة اليوم صاحب الحق يصبح إلى جانب المعتدي إلى جانب الجاني إلى جانب الصارق القاتل المجرم الذي يمارس هذه الإبادة اليوم يحاولون أن يقولوا أو يقدموا للجمهور فكرة أنه هذه الرواية الإسرائيلية وهذه رواية المقاومة وعليكم أن تختاروا أي جزئية ستتعاملون معها وبأي جزئية من كل سردية تجدون الجهة المناسبة لتصديقها أو لتبني روايتها ولكن هم يعلمون تماما من هو الذي يكذب ومن الذي يضل لأن عندما نتحدث عن مستشفى الشفاء تحديدا وفا هناك نقطتان رئيسيتان نتعامل معها بموضوع التضليل بشكل أساسي أولا موضوع المستشفى بزعمه أن مركز لقيادة حماس وهذا عيناه بعدة جزئيات وتعزز في الأيام القليلة الماضية تمهيدا لما نشاهده اليوم وتمهيدا لصناعة هذا الإنجاز الوهمي الذي يقدمونه أمام الرأي العام وأمام الجمهور الإسرائيلي أساسا هذا لم تثبت صحته بلسان حال الإسرائيليين أما النقطة الثانية والجزئية الثانية التي سنتحدث عنها هي البروباجندا الإسرائيلية عن أن إسرائيل ليس فقط لا تستهدف المدنيين بالمستشفى ولكن هي أيضا تحاول مساعدتهم وهنا هذا الأمر لا يمكن أن يصدق أو يمر مرور الكرام على منصة التواصل الاجتماعي وبالآلام الإسرائيلي ومن بعض الآلام الدليل على هذه البروباجندا سنتابع هذا الفيديو لهذه الأمر التي تدعي بأنها تتحدث من مشفى الشفاء وتقديم هذه الصورة وتلميع الصورة للجيش الإسرائيلي فلننتابع الإسرائيلي لا تدعي بأنها في غازا لا تدعي بأنها محاولة يمكن هذه إعادة صورة جديدة كنا نتحدث عن الممرضة التي دعت من أنها مستشفى الشفاء هذه أيضا شخصية وإمرأة تتحدث عن منقبية وأخلاقيات أيضا الإسرائيليين وبكيفية تعاطيهم مع المرضى من هذا المشفى الإسرائيلي التي ظهرت به مزاعم جديدة وفا يعني طبعا هذه المزاعم كررتها وسائل الإعلام الإسرائيلية وأيضا وسائل الإعلام الأربية وسوضح في عمل عليها حتى على إنتاج هذه الفيديوهات على الرصد لأنهم علموا النتائج التي توصلوا إليها من هذا التضليل الذي يمارسونها بالرغم من أنه إسرائيل قتلت حتى الساعة نحو 4700 طفل وبالرغم من أنه تسببت بوفاة الكثير والكثير من الأطفال الخدج بسبب حصارة ومنع إدخال يعني الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وكل العوامل المساعدة والتي يحتاجها هؤلاء الأطفال للبقاء على قيد الحياة لكن طبعا حين نتحدث عن بعض الحسابات أو وسائل الإعلام التي تعاملت مع هذه المادة يعني بالمقابل علينا دائما أن نتوقع أضعافا ممن كذبوها يعني فيه هناك من يتبنى وهناك من يأخذ هذه الرواية ويحاول أن يسعى جاهدا لتلمية سورة إسرائيل وللقول أنه ليست بهذه الصورة التي يتعامل معها الناشطون أو صناع المحتوى الذين يتواجدون في غزة ويقدمون السردية الحقيقية لإعلام الغربي وللناشطين ولرواد المنصات ولكن هناك أيضا من يضحط كل هذه الأكاديب وينصفها إذا صح يعني هذه جبهة مقابلة يمكن القول هي التي تواجه هذه السرديات وهذه الروايات هنا سنتعامل مع تغريدة من حساب جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلم فيها أن الحاضنات وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية التي قدمها الجيش قد وصلت بنجاح إلى مستشفى الشفاء وسريعا تتوالى الردود يعني بأشكال مختلفة منها مثلا هل وصلت هذه الأجهزة إلى المستشفى قبل أو بعد قتلكم الأطفال الذين يحتاجون إليها منها مثلا لديهم حاضنات يعني فعلا ستقدمون الحاضنات بحسب زعمكم ولكن قطعتم عنهم الوقود لذلك لا يستطيعون استخدامها أصلا أو محاولة جيدة يا مجرمي الحرب وبالتالي هناك من لا يصدق أساسا أي من هذه المزاعم والأكاديب التي يحاول الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن يمررها أيضا في الإطار نفسه يعني يكشف ناشطون زي صور يتم نشرها على بعض الحسابات الإسرائيلية والتي يدعون بأنها لجنود من داخل مستشفى الشفاء وهم يحاولون الاعتناء بالمرضى والجرحة والأطفال الخدج التي تبعنا مشاهد قاسية جدا على سبيل المثال هذه الصورة التي نراها التي تم التقاطها ونشرها للمرة الأولى في 8 نوفمبر وهي لجنديين إسرائيليين مع أطفالهما يعني ليست لا تخص ولا لها صلة بما جرى بمشفى الشفاء ومجمع الشفاء يعني محاولة حتى من جديد إخراج هذه الصور هذه الفيديوهات من سياقها الحقيقي بكواريخ قديمة صحيح وأن اليوم يتم وضعها بهذا السياق الإعلامي لبروباقاندا والتضليل بما جرى بمجمع الشفاء الآن انضم إلينا أستاذ علم الاجتماع والدراسات السياسية كالعادة الدكتور رسيف دعنا في جامعة ويسكنسون معنا من شيكاغو دكتور رسيف مساء الخير بالبداية يعني كانت الصورة الأساسية تتركز بما رصدوه يعني ورصدته الزميلة بهية حلاوي حول الساعات تدحرج هذه الرواية الإسرائيلية قبيلة ساعة أو لحظة الاقتحام لمجمع الشفاء وتدرج الأكاذيب بالنسبة لهم لماذا الأمريكي بالمقابل يعني تابعنا المتحدثة باسم البنتاجون تقول بصراحة ليس هناك من عملاء لهم على الأرض واضح من إحراجها بأنها تتبنى حتى بمجمع الشفاء الرواية الإسرائيلية كيف يتم تقديم هذا إلى الداخل الأمريكي وكيف بعد كشف هذه الأكاذيب ينعكس على التعاطي بالداخل مساء الخير مساء النور دكتور سيد يعني أصبح واضحا أن الكيان الصهيوني هو في الحقيقة يعني جزء من الامتداد للولايات المتحدة وجزء من استراتيجية الولايات المتحدة في الهيمنة على المنطقة وبالتالي الولايات المتحدة ستساند الكيان الصهيوني بغض النظر عما يقول الصهيوني ولكن ما المشهد الذي يحدث الآن وهو موضوع الأطفال الخداج والموجودين في الحضانات وقطع الكهرباء عنهم وقطع الكهرباء عن المستشفيات نحن أمام الصورة الحقيقية لموازن القوة حتى يفهم الناس ماذا يحصل حقيقة الأضعف الكائنات الأضعف على وجه الأرض هم هؤلاء الأطفال غير المكتملين الموجودين في الحضانات الذين حياتهم مرتبطة بتوفر الوقود وبتوفر الكهرباء وبتوفر المراقبة الطبية والمراقبة الصحية في مقابل ليس فقط أحد أقوى الجيوش في العالم وأقوى جيش في المنطقة ولكن مع كل هذا الدعم الغربي مع كل هذا الدعم الغربي لأن الصورة الحقيقية أن إسرائيل لم تنتج أو الكائن الصهيوني لم ينتج الأف-16 ولم ينتج الدبابات يعني بغض النظر عن كل هذه الأقوال الحديث عن مركباء أربعة أنها إنتاج صهيوني نحن نعرف أن حتى كل المنظومات الصاروخية أو المضادة للصواريخ الموجودة في الكائن الصهيوني موجودة في قوانين يعني تمويل أمريكي وتكنولوجيا أمريكية موجودة بقوانين للكونغرس صدرت لتمويل هذه البرامج إذن هؤلاء الأطفال الصغار غير المكتملين وكما قلت هذه الصورة هم الأضعف في العالم هم في مواجهة الولايات المتحدة في الحقيقة ومواجهة المنظومة الغربية كلها هذا هو المشهد الذي يحصل وبالتالي سيدافع عن الموقف الإسرائيلي بغض النظر لنتذكر مرة أخرى منذ اليوم الأول وحتى الآن من يمنع الحديث حتى عن وقف إطلاق النار هي الإدارة الأمريكية بلينكين تحدث بوضوح أنه لا وقف لإطلاق النار قالها بالحرف إذن بهذا المعنى هذا هو الجانب الأهم بالصورة أن الإدارة الأمريكية هي التي تمنع وقف إطلاق النار وليس فقط تمنع وقف إطلاق النار نحن نقرأ يوميا وبالصحافة الأمريكية عن مستوى الدعم العسكري اليومي يتحدثون عن آلاف القذائف وآلاف القنابل التي تنقل يوميا تشحن يوميا إلى الكين الصهيوني وبالتالي القضية ليست مجرد دعم سياسي وغطاء سياسي وحتى غطاء إعلامي حرفيا هذه حربهم وبالتالي السردية الصهيونية هي سرديتهم وأي ضعف للسردية الصهيونية في الإعلام هو ضعف للموقف السياسي الأمريكي يعني رغم الآن هناك رسالة أرسلت من قبل أكثر من 400 موظف من 30 مؤسسة داخل الحكومة الفيدرالية للبيت الأبيض تطالب بوقف إطلاق النار وهم يعرفوا عن أنفسهم بأنهم جزء من التحالف المؤيد والمناصر للرئيس بايدن في الحملة الانتخابية السابقة وطبعا هم جزء من الإدارة بالتالي وجزء من طاقم الذي يحكم في الولايات المتحدة هؤلاء يرون الضرر ولكن يرون الضرر الذي سيترتب الضرر السياسي والضرر الأخلاقي والضرر الصورة الذي سيترتب على ما تقوم به حكومة الولايات المتحدة في الحرب الدائرة بغزة ليس فقط بمنعها لوقف إطلاق النار ولكن بوقوفها خلف الدعم العسكري والتبني الإعلامي وكل هذه القضايا ولكن مرة أخرى إذا كانت هناك سردية مختلفة لما حصل في مستشفى الشفاء هذا سيدور بموقف الولايات المتحدة السياسي هم لا يدافعون عن سردية الكيان الصحيوني لما حصل وهي السردية الكاذبة كما يعرف كل العالم هذه سردية هون حرفيا لأن أي سردية أخرى ستفترض ضرورة وقف إطلاق النار مباشرة ولكن الجانب الآخر وهذا ما يعرفه العالم كما قلت بالأمس كما علقت بالأمس أن أحد أسباب أحد التبررات الأساسية التي جندت الرأي العام العالمي كله خلف الحرب على العراق في 1991 هي دعاية الحضانات ودعاية الأطفال الخدج التي خلقت بها شركة علاقات عامة أمريكية الآن نرى نفس المشهد وليست الفارق أننا نرى قضية حقيقية وليست كذبة اختراعتها مؤسسة علاقات عامة أو شركة علاقات عامة ولكن مرة أخرى هذه حربهم وبالتالي هذه سرديتهم أي سردية أخرى ستعني أن الولايات المتحدة ليس فقط تقف منذ البداية في الموقف الخطأ وليست منذ البداية تدعم الكائن الصهدون هذه هي الرواية بالنسبة لها تدافع عن وجهة نظرها وروايتها دكتور سيف لفتني فقط عذراً عن مقاطعتك ولكن جزئية مهمة بالصورة الأخيرة نزع هذه الصور من سياقاتها الحقيقية كأنه في الحاضنات هؤلاء الجنود الإسرائيليين ما هو الهدف؟ هل هو فقط تلميع صورة الجنود الإسرائيليين بعد تهشيم هذا الجيش بوحشيته وإجرامه بما يظهر من مشاهد مرعبة من داخل القطاع عزة وتحديداً من مجمع الشفاء أم أيضاً في محاولة لسلخ البيئة الحاضنة للمقاومة وإظهار بأن هي من تتخذ من هؤلاء الجرحة دروعاً لها وأتى هذا الجيش الإسرائيلي لتقديم الرعاية للمرضى وللجرحى في الداخل يعني هم يفعلون كل ما يستطيعون في الحقيقة من أجل تحسين صورة الجيش الصهيوني بسبب الجرائم الكبرى التي يتم ابتكابها قبل يومين كانت هناك قامت مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية نيابة عن هذه المؤسسات ونيابة عن أيضاً عائلات فلسطينيين أمريكيين موجودين بالولايات المتحدة ولكن لهم عائلات في غزة واستشهد عدد من أفراد عائلة قاموا برفع قضية على الرئيس الأمريكي جو بايدن على وزير الخارجية وعلى بلينكين وعلى وزير الدفاع الأمريكي بسبب ليس فقط لعدم منعهم لارتكاب جرائم إبادة حرفياً هذا ما يقوم نص الدعوة ولكن أيضاً لتورطهم في دعم السياسة الصهيونية وأيضاً في تورطهم في الدعم العسكري والدعم المالي والدعم السياسي للكين الصهيوني هذه قضية موجودة بالمحكمة من قبل مؤسسات عدة مؤسسات قانونية وعدة مؤسسات حقوق إنسان داخل الولايات المتحدة هي التي تتهم الرئيس الأمريكي بهذا التورق إذن الحديث للأمانة الآن أصبح من السذاجة أن يتم الفصل بين السردية الإسرائيلية والسردية الأمريكية بين السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية بين الأداء الميداني للجيش الصهيوني وما يخدم السياسة الأمريكية سواء في المنطقة أو حتى أبعد من المنطقة الصورة أصبحت واضحة لكن القضية الآن وصلت مرحلة من الانحطاط الأخلاقي أننا نتعامل مع أطفال خدج في داخل الحضانات يتم قطع الكهرباء هم أعلنوا بوضوح أنهم سيقطعوا الكهرباء وسيقطعوا الوقود وسيقطعوا الطعام وهذا طبعا سيؤثر على المستشفيات ولكن أن يقوموا باقتحام المستشفيات بهذه الطريقة يعني المستشفى المسجد الكنيسة الجامعة هي أماكن مقدسة أماكن مقدسة لا يمكن تبرير أي اقتحام لهذه المؤسسات بغض النظر عن أي عذر هذه محرمات حتى بالحروب دكتور سيف هذه أماكن مقدسة من يقتحم جامعة من يقتحم مسجد أو كنيسة أو مستشفى حتى لا نقول أنهم يقتحمون هذه الأقسام الجراحة وأقسام الأطفال الخدج هذا مستوى من الانحطاط الأخلاقي لا يمكن الدفاع عنه وإذا كانت كذلك لا يمكن الدفاع عنه ولا تزال الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية مصرة أن تدافع عنه فهذا يؤكد مستوى الانحطاط التي وصلت إليه وأيضا يؤكد أنه لو لا أن هذا يخدم سياساتها ما يقوم به الكين الصهيوني فإنها لن تدافع عنه يعني القضية ليست مجانية لهذا لا أستطيع الفصل الآن لا يمكن الفصل الآن بين السياسة هنا والسياسة هناك والممارسات هناك وتغطيتها السياسية هنا في الولايات المتحدة أقصد بدون أن تكون الحرب هي حرب واحدة في الحقيقة هذا على مستوى صنع القرار على كافة المستويات ويأتي الإعلام ضمن سياسة تنضوي بمنهجية واضحة بما اتبع تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية وهنا أتحدث من جديد بتفنيد عند وقفات أساسية عند محطات فاصلة كانت بهذه الحرب كيفية تم تفنيد وتحليل من قبلكم بهية كيفية تعاطي الإعلام الغربي التقليدي ولسيما حينما نتحدث عن مواقع إلكترونية وكذلك النيوز بيبر أو الورق والإعلام التقليدي والصحف الإلكترونية هذا الإعلام كيف تعامل إذا ما أخذتم بالتأكيد نماذج عدة ما رواية مجمع الشفاء سنحاول أن نستعرض بالبيانات ولكن نبدأ من هذا الفيديو ليكون مقدمة لهذا الاستعراض حينما يشكي او hoje ترغب في باردت الاشتراك في مؤولة الاجتظام تح passing بإمكانippات neighbour في المشاهدة تألي أسانية أخرى تحرير تحرير قائمة في أجنب وسمع قرآن الص interconnectيا في تشارك في موضوع المصدق تعلقها أن تشارك في الأجنب اشترك في مقاطعة الاجتظام نحن الأشتراك في المحلوب والمعروب باردت الحسابية أحسب تحرير للغاية يقولون بأن أوضع المشاهدة ومساعدة 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 في المنزل أمامك أن تصمت داخل قمت بريض الإشارة مع الكبير من التالي بحسنة مع الأفعال و produit تحديد الممثال على التواصل عملكة بحسنة المد Brand قمت بحسنة حيث بالمقمت بالترجمات بحسنة بعض الأشخاص على أني يرد منظورة لجعلية قولية صباحة عشرين طلبة دعود ولد ، تشبه إلى العمل من المضيح عند أطلاق المنزل في المزلناع السبب من المواطنين الجديد . ماذا يمكن أن نصف به هذا التعاطي اليوم بكل هذه القنوات الواضحة يعني؟ يعني في عينة حاولنا أن نأخذ عينة من طريقة لنحلل طريقة تعاطي هذا الإعلام يعني المصادر كانت من Wall Street Journal من New York Times من Washington Post Bloomberg NBC News و CBS News أيضا لنواكب طريقة تعامل بعض القنوات التي لديها مواقع إخبارية على الشبكة العنكبوتية مصطلحات البحث التي سعينا اليوم لتفنيدها وفا البحث عن الأطفال أو الردة مع مستشفى الشفاء يعني من تحدث عن مستشفى الشفاء في سياق الحديث عن الأطفال أو بسبب الحديث عن الأطفال أو الردة من تحدث عن مستشفى الشفاء ليتحدث عن حماس أو يربط مستشفى الشفاء بحماس أو مراكز لحماس وما شابه ومن تحدث عن مستشفى الشفاء بشكل عام ليضخم ربما القدرة على وصول هذا المصطلح أو لتعويم المصطلح بطريقة يعني ثلاث اتجاهات مختلفة يمكن القول. صحيح. في الرسم البياني التالي الذي نحاول اليوم أن نستعرض. هو البحث طبعا كان بين 27 أكتوبر و 14 نوفمبر. يعني البارحة. لاحظي معي أنه بداية كان في حديث بعض الأحاديث عن مستشفى الشفاء. ودائما حركة تغير الرسم البياني. مستشفى الشفاء هو باللون الأزرق. المستشفى الشفاء هو باللون الزهري. أحماس ومستشفى الشفاء. الأصفر بشكل عام. أو مستشفى الشفاء بشكل عام. هذا اللون الأصفر البرتقالي. يعني يعني يوضح لنا أنه مدى اهتمام الإعلام الغربي بالأطفال الخدج. بحاجة الأطفال للمستشفيات. وللحماية وما شابه. تكاد تكون لا تذكر هذه النسبة أو معدومة. في المقابل. حركة تغير الرسم البياني ومؤشرات التحليل الذي عايننا. تتغير طريقة تعامل هذا الإعلام والتغطية الإخبارية لهذه القنوات والصحف الإلكترونية. كلما أرادوا الحديث عن مستشفى الشفاء. يتغير الرسم البياني بنفس طريقة تعاطي مع موضوع حماس. يعني دائما مكرون عبارة حماس مع المستشفى. هكذا يتم تعويم المصطلح. هكذا يحاولون التركيز على التغطية الإخبارية لموضوع مستشفى الشفاء. بربطها بموضوع حماس. ولاحظي الفترات توفى. خاصة في الفترة الأخيرة. يعني بالأسبوع الماضي جرت عويم هذا المصطلح بشكل كبير جدا للتمهيد لصورة هذا الانتصار الوهمي والزائف. الذي يحاول اليوم الإسرائيلي تقديمه أمام الجمهور وأمام الرأي العام. دائما في العنوين مرتبطة صورة حماس مع المستشفى أو عبارات المستشفى بحماس. ولنستعرض هذا الأمر. وكيف يصدر حتى من الأعلام الإسرائيلي. بطبيعة الحال وتحصيل حاصل أن الأعلام الإسرائيلي يقول أنه عملية متخصصة. عملية موجهة. عملية محددة. Targeted Operation. ويربط الموضوع كما يزعم بعبارات مرتبطة بالإرهاب. ترر. أما لو ذهبنا مثلا لسي أن أن. لأنه لم تكن ضمن العينة التي أخذناها. والأخبار لديها كثيرة. دائما تتبنى أيضا نفس العبارات Targeted Operation Against Hamas. لاحظي معي في الأيام القليلة الماضية. Wall Street Journal مثلا. ماذا تقول؟ تتبنى السردية الإسرائيلية بحذفيرها. يتحدثون عن The Battle of the Shifah Hospital. أو الصراع حول مستشفى الشفا. ولكن في مضمون أو العبارة الافتتاحية لهذا العنوان. يتحدثون عن أن حماس تعمل من داخل المستشفى أو تحت المستشفى. ولديها غرف قيادة موجودة هناك. ولن تدع المرضى المتواجدين في المستشفى يخرجون من المستشفى. هذا بالنسبة لل Wall Street Journal. أيضا بالنسبة ل New York Times. نفس الأسلوب يتحدثون عن debate أو نقاش حول مستشفى الشفاء. وليقدموا سرديات مختلفة. ولكن لاحظي معي. في مضمون هذه المادة. أي سردية يقدمون. لا هم يفندون تاريخ حماس مع المستشفيات. ويقولون أيضا كما تحدث جون كيربي. وكما تحدث الكثير من الشخصيات. أنه في معلومات ميدانية. منذ عام 2014 يتحدثون بأنه هي تستخدم كجزء من مستشفى الشفاء كقواعد عسكرية واضحة. وطبعا لا. ولا أي معلومة يمكن القول. نفس الأسلوب يستمرون بنفس منهجية العمل. ويحاولون أنه يقدموا مادة بصرية وخرائط. وطبعا لا يوجد فيها أي دليل أو أي مادة موثقة حول هذا الموضوع. بماذا تعلق خلاصة؟ لديك الخلاصة سريعا نعم. أنه التركيز بالإعلام الغربي وفي يمكن القول أنه على استهداف المستشفى. والقول أنه هي عملية عسكرية هادفة ضد حماس. وهذا مجرى تعويمه بالإعلام الغربي. قبل أيام حتى من عملية الاقتحام اليوم. لتقديم هذا الأمر بصورة إنجاز للجيش الإسرائيلي. هو أسلوب يتكرر دكتور سيف حدث بمستشفى المعمداني. حدث ببداية ما جرى في السابع من أكتوبر. وحدث حتى في مستشفى الرنتيسي. والآن بمجمع الشفاء. لماذا هذا الإعلام الغربي مصر على تبني الرواية الإسرائيلية والسردية الإسرائيلية؟ هل هذه هي السياسة التحريرية الطبيعية التي تدفعه. وبالتالي هو يعبر عن سياسة استراتيجية أبعد للدولة الأمريكية؟ أم هو خيار؟ وهذا بسبب اللوبيات الموجودة داخل هذه المؤسسات الإعلامية؟ يعني عندي أربع نقاط. ولكن الجواب السريع على السؤال وفاء. لأن هذه حربهم. الجيش الصهيوني والكيان الصهيوني هو مجرد الأداء على العدوان على العرب. هذه حرب غربية بقيادة أمريكية على غزة وعلى فلسطين وعلى الوطن العربي. الكيان الصهيوني هو مجرد أداء. لهذا بالضبط نحن نسمع نشرات الأخبار هنا هي عمليا نسمع بيانات الجيش الصهيوني حرفيا على شكل نشرات أخبار. وبالتالي الإفتراض المنطقي هنا أنه بشكل من الأشكال هؤلاء الصحفيين وهؤلاء المدعين وهؤلاء الناطقين بأسماء الوزارات والحكومة ومجلس الأمن القومي وكل هذه القضايا يتصرفوا ويتحدثوا كمجندين في الجيش الصهيوني. وكموظفين في الكيان الصهيوني. وليس كصحفيين يعملون في صحف ووسائل الإعلام. وليس ناطقين رسميين. هم حرفيا يعيدون تكرار بيانات الجيش الصهيوني. لكن ما سمعنا بعض النشرات الأخبارية. ليس فقط سخيفة وغابية. وفيها إهانة حتى لعقل الإنسان الغربي. أنا لا أعرف كيف لا ينتفض الغربيون والأمريكيون على مستوى الإنحطاط الذي وصل إليه إعلامهم والإحتقار لعقولهم. يعني الذي سمعناه قبل قليل يقول بالحرف الصحفي الذي يقول أن الكيان الجيش الصهيوني يقول أنه أطلق النار عليهم أولا. وكأننا في مشكلة بين أطفال يعني أنه أطلق عليه النار أولا. وبالتالي من حقي أن أقتحم المستشفى. هذه السردية يعني سردية أطفال لم يتجاوزوا من العمر خمس سنين. هل هذا هو العقل الغربي الذي تخاطمه؟ ولكن السؤال الكبير هنا هو هل المستشفيات أهداف شرعية؟ يعني ماذا لو قامت المقاومة بقصف مستشفيات صهيونية؟ ماذا ستكون ردة فعل العالم؟ ماذا لو تم الاعتداء على مستشفى في الغرب؟ هل سيكون يمكن خلق سردية لذلك؟ يعني هذا مجتمع كله عسكري. وبالتالي يمكن للمقاومة أن تقوم بصياغة سردية مشابهة. السؤال هنا هل المستشفى هو هدف شرعي؟ أو يمكن أن يكون هدف شرعي تحت أي ظرف من الظروف؟ بالقانون الدولي المستشفى مكان مقدس. لا يمكن أن يكون هدف شرعي تحت أي سردية. وبالتالي الصحفي الذي يتجاهل ذلك هو صحفي منخرط وهو جزء من الحرب ومتآمر وجزء من المعركة وجزء من العدوان على هؤلاء الأطفال ودماء هؤلاء الأطفال في رقابهم وعلى أيديهم. ولكن حتى نعرف أكثر حتى الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة وهو ليس يعني لا نتحدث عن محمد الضيف هنا ولا نتحدث عن جورج حبش نتحدث عن شخص تم تعيينه في هذا الموقع بموافقة إن لم يكن بتعيين أمريكي مباشر حقيقة لا يمكن لأي شخص أن يصل إلى هذا المكان بدون رضا أمريكي حتى الأمين العام للأمم المتحدة يرفض الاستمرار معهم والموافقة معهم في مستوى الانحطاط ولهذا نرى هجوم عليه ليس فقط من الكائن الصهيوني ولكن حتى في وسائل الإعلام الغربية الإشكال في الإعلام الغربي وأنا سأذكر أسماء الآن أن نفس الأشخاص نفس الأشخاص بالإسم الذين كانوا يدعوا للحرب على العراق في 1991 وفي 2003 وفي 1997 تحديدا حين تم قصف العراق واتهامه بأنه طرد المفتشين لأنهم كانوا عملاء لأجهزة الاستخبارات الغربية نفس الأشخاص توماس فريدمان مورين دود أنا راجعت مقالاتهم في نيويورك تايمز وتبين لاحقا أنه لا يوجد وحتى كانوا يزايدوا على السياسيين وكانوا يزايدوا يعني هم مارسوا عمل الخطابات التحريضية كذلك دكتور سيف دكتور سيف تسمح لي لأنه كذلك اليوم بتفاصيل جديدة وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث بشكل واضح الان بي سيع بحسب مصدر أمريكي هو خلاف شديد أو يوجد خلاف شديد مع حكومة نتنيهو التي لا تفعل ما هو مطلوب لتجنب مقتل مدنيين هل يمكن أن نصدق هذه الجزئية الأمريكية مما يتم طلبه من الإسرائيليين يعني أنا تحدثت قبل أيام عن خلاف في تفاصيل في واحد تفاصيل إدارة المعركة وقلت أن النموذج الأفغاني هو الذي يريدونه أن يسود في النموذج الأفغاني كانت هناك طائرة تلقي الطعام وطائرة تلقي القنابل وبهذا كان بإمكانهم المزايدة ومحاولة خداع بعض الناس ولكن في النهاية في كل الأحوال كانت القنابل تلقى على رؤوس الناس والمدنيين كانوا يقتلوا ولكن كانوا يركزوا على جانب الطائرة التي كنت تلقي الطعام الكياني الصهيوني لا يريد حتى هذا النموذج ونتنياهو يحاول أن يبدو أنه أكثر قصوة من ذلك هذا هو الخلاف في أحد تفاصيل إدارة المعركة ولكن من يعرف ماذا يجري على الأرض ومن يعرف طريقة عمل المقاومة التي نتابعها منذ اليوم الأول في وسائل الإعلام وفي تقارير المقاومة المقاومة لن تستسلم يعني هذا حلم إبليس بالجنة من يتوقع من يتخيل أن المقاومة يمكن أن تستسلم أو ترفع الرأي البيضاء غزة لن ترفع الرأي البيضاء هم يراهنون على قضية واحدة لأنهم لا يستطيعون مواجهة المقاومة مباشرة ويعرفون أنهم لن يستطيعوا تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي سيناريو هزيمة المقاومة يحاولوا الوصول إلى درجة من القسوة والإجرام والفاشية أن يجبروا أن يبعدوا بعض الحاضنة الشعبية الصلبة جدا في الحقيقة عن المقاومة هذا هو السيناريو الموجود في العقل الغربي وهو السيناريو الذي يتكرر في كل المواجهات ورأيناه يتكرر في كل الحروب ورغم فشلوا في كل مرة يعني رأينا تجربة طويلة جدا في لبنان يحاولون معاقبة كل الشعب اللبناني واستهدفوا الحاضنة الشعبية للمقاومة اللبنانية من أجل أن يبعدوها عن المقاومة وعن تأييدها للمقاومة وفشلوا هم لا يتعلموا ورغم ذلك الإصرار على ذلك هو إصرار على ارتكاب الجريمة رغم أنك تعرف أنك لن تصل إلى نتيجة ولكن القضية التي أردت الحديث فيها أن المشكلة ليست فقط أن الإعلام الغربي دائما يصطف مع الكيان الصهيوني ويردد بيانات الجيش الصهيوني الكاذبة والمزورة على صيغة حقائق ونشرات أخبار ولكن نحن أمام نفس الأشخاص ولأنهم لم يحاسبوا من قبل مؤسساتهم ومن قبل القراء ومن قبل الناس توماس فريدمان أيد الحرب في ال91 ضد العراق و97 و2003 والآن يكتب عن فلسطين ومورين دود في نيويورك تايمز توماس فريدمان كان قبل قبل بداية طوفان الأقصى بأيام كان يتحدث عن نتنياهو كمجرم على صفحات نيويورك تايمز تحدث عنه كفاسد وتحدث عن حكومة كلها فاسدة وسمىهم بالأسماء وأن بعضهم مدان بقرار من المحكمة الإسرائيلية بالفساد وكان يطالب بايدن بعدم دعمهم الآن يتراجع القضية هنا أنه إذا كان كل القتل والإجرام الذي حصل في العراق ثلاث مرات في ال91 97 2003 ولحقا نفس الأشخاص كتبوا عن سوريا وكانوا يطالبون بالحرب على سوريا وبالعدوان على سوريا طبعا لصالح الكيان الصهيوني هنا نسأل عن مصداقية يعني دكتور سيف هذه وسائل الأعلام يعني حينما تتبنى هذه الرواية هؤلاء الكتاب يعيدون نفس الصياغة عند المحطات الفاصلة بحروب أساسية تجاه شعوبنا في المنطقة يطرح سؤال أساسي بهية أين مصداقية هذه الوسائل الأعلام اليوم التي تمارس يعني أريد أن نفند أكثر أيضا أكثر الأسليب التي تعتمدها باستمرارية نقل ما يجري في هذه الحروب يعني لو المصداقية يعني كما هو المتوقع لم نكن لنجد مادة يومية لنتحدث عن التضليل الأعلامي ونرتكس فيه يعني لمعاينة الأعلام الغربي على وجه الخصوص وليس الأعلام الإسرائيلي لأنه سيضلل يعني ويتبنى وجهة نظر الجيش الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال يعني ما كشف اليوم من تضليل بخصوص مستشفى الشفاء هو برسم كل من تبنى السردية الإسرائيلية وفي المقدمة وسائل الأعلام الغربية الأمريكية على وجه الخصوص التي تصدر المادة أيضا لمنصات التواصل كتاب الرأي الذين تحدث عنهم دكتور سيف الذين يغذون هذه المنصات ويؤثرون في الرأي العام وفي المتابعين هي تبدو اليوم على فكرة بأمام امتحان صعب للحفاظ على مصداقيتها في هذه الحرب على وجه الخصوص بعد مرور 40 يوم على طفان الأقصى مع كمية التضليل غير المسبوكة ربما التي تم معينتها وتم مطاردتها من قبل الناشطين وحتى من الجمهور الغربي أيضا الذي شارك في هذه العملية بالتالي هي اليوم تبدو أكثر حذرا في تبني المادة الإسرائيلية أو السردية الإسرائيلية وهذا الأمر حصل في الهجوم الذي استهدف مستشفى الشفاء يوم الجمعة الماضي إسرائيل حاولت تكرار أكذوبة مستشفى المعمداني بأن القضائف مصدرها المقاومة ولكن تحقيق نيويورك تايمز اليوم كشف العكس التحقيق مثلا يقول أنه إسرائيل هي من استهدفت المستشفى يقول أنه على الأقل ثلاثة من القضائف التي كانت ذخائر إسرائيلية وفقا لصور الشضايا التي تمت معينتها أيضا يتحدث أنه القضائف أطلقت من الشمال والجنوب على العكس المسار الغربي في خارطة الجيش الإسرائيلي يستندون أيضا لصور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود مواقع للجيش الإسرائيلي شمال وجنوب المستشفى ويتحدثون عن أنه الضربات لم تستهدف البنية التحتية الموجودة تحت الأرض واستهداف الضربات الطوابق العليا وفيها جناح الولادة والأطفال كما ظهر في المادة البصرية أيضا هنا كيف يمكن بشكل أو بآخر أنه غربل أو هذا حتى المجتمع الغربي والجمهور الذي يتم التوجه إليه أن يكشف الحقيقة ما بين الخبر الصادق والخبر الكاذب الرواية الصادقة والرواية المضللة والمفبركة يعني يمكن اليوم أن يجد يعني يمكن أن نجد الكثير من الأخبار التي تشير بالمؤسسات الإخبارية الغربية أنه أصبحت أمام عملية غربلة المواد البصرية التي تصل بشكل كبير وبشكل مكثف وعندما يتوفر الإنترنت بطبيعة الحال وذلك لتحديد ما هو حقيقي ما هو مفبرك ما هو مكرر وما شابه وأيضا يسعون لإيجاد الأدلة التي تكشف يعني كيف سيتعاملون مع الأخبار أو أي سردية سيتبنون ولكن يعني فعليا يعني حتى أنه لجأت بعض هذه المواقع وبعض هذه المحطات إلى استحداث وحدات متخصص عن موضوع الفاكت شاكينج موضوع التثبت من البيانات وموضوع المعلومات مثلا شبكة سي بي أس نيوز الأسبوع الماضي أطلقت برنامج سي بي أس نيوز كونفيرم وقامت بتشكيل فريق يعني فريق متخصص لاستخدام البيانات والداتا والتكنولوجيا المتقدمة لدراسة الأدلة عبر الإنترنت وسابقا يعني خلال هذا العام أيضا بي بي سي إعداد التقارير وما شابه ويعني هذا المحتوى لكن سريعا وفا هنا نتحدث عن أولا تأخر هذه الأساليب بموضوع طفان الأقصى على وجه الخصوص ومن يتثبت من السياقات التاريخية والمادة الإشكالية بالسياق التاريخي كنت أشارت إلى موضوع استخراج أو أخذ المادة من السياقاتها الحقيقية صحيح ومن توريخها الأساسية لا أعلم إذا كان لديك ما تزيدون وخصوصا بعد مجزرة المعمداني بهية بشكل سريع يعني تحميل المسئولية دائما لفصائل المقاومة وكأنها تهمة جاهزة لهم يعني بالفعل وكأنه تكون جاهزة هذه المادة وكأنه هي خطة محضرة مسبقا بالفعل والتصريحات تتسارع بعض لحظات حتى من حصول العملية أو حصول الاستهداف وكأنه لكل منهم دور سيلعبه وسيقدمه أمام الرأي العام وتركيبة مثل البوزل الأشبه بلعبة يعني كل شخص لديه جزء من هذه دور أساسي بهذه اللعبة سأختم معك دكتور سيف في ظل هذا التفوق نحن نتحدث بما أن ذكرته الزميلة بهية لو لا هذا الكذب لما كانوا مادة أساسية اليوم بهذه الحرب الإعلامية التي نقوم بتفنيدها وتحليلها وكشف أكذيبهم يمكن القول بأنه تطور التكنولوجيا الإعلام حتى البديل الذي بتنا نتابعه أقصى بشكل أو بآخر الرواية المفبركة التي تم اعتمادها من قبل الغرب ومحاولة الترويجة عبر وسائلهم الجديدة وكبريات الشركات العالمية التي تمتلك هذه المنصات وهذه التكنولوجيا المتطورة هذا مهم ولكنه ليس كافي هذا مهم وكافي حين نتحدث عن إعلامية مثل بهية مثلا ليس فقط أنها ملتزمة بقضية وبالحقيقة ولكن أنها لن تكذب في الغرب هناك مشكلة ستواجهها أي شركة إعلامية حتى لو توفرت لديهم التكنولوجيا وهي العنصرية ضد العرب بمعنى العنصرية ضد العرب هي قضية بنيوية العنصرية ضد كل شعوب الجنوب هي قضية بنيوية وتاريخية وبالتالي ستجعل من التصديق أي رواية تعمل على شيطنة العرب سهلة جدا وسهلة القبول وتعمل أيضا على القبول بسردية الكائن الصحيوني على الجانب الآخر أن الإعلام الغاربي كأي إعلام في الحقيقة بالإجمال سينطبق علينا القاعدة لو لا أن الحقيقة هي في صفنا في هذه الحالة وفي كل الأفغلة بالأحوال دور الإعلام ليس الحصول على الحقيقة في الحقيقة دور الإعلام هو وظيفة الإعلام السياسية أولا وأخيرا وبالتالي هم جزء من منظومة ولا هم وظيفة لخدمة السياسة والاستراتيجية ليس فقط أن العنصرية مؤثرة ولكن السياسة والمشروع السياسي الذي يناصر ويتبنى الكائن الصحيوني ومشروع الكائن الصحيوني بالتالي جزء من وظيفتهم هي الحماية وتبرير كل الممارسات والإجرام الذي يحصل ولكن هناك نقطة أخيرة يمكن بشكل سريع في الحقيقة حسم كل المشكلة في المستشفيات والإعلام الغربي لا يتحدث عنها ليسمحوا لجاء لجنة الصليب الأحمر مثلا وللجنة من الأمم المتحدة لتذهب وتأخذ الأدوية وإلى آخره وتتفقد المستشفيات والمقاومة والمقاومة على ضد الجانب الأخير نقطة أخيرة وأنا هذه القضية موجهة للمثقفين والأكاديميين العرب تحديدا لا نحتاج في فلسطين لأي شخص ليبكي علينا لا نريد أحد ليبكي علينا للأسف فقدنا الاتصال بالفكرة الأخيرة التي كان يود نقلة برسالتي اتفضل عوضنا الاتصال تفضل عوضنا الاتصال لدكتور سيف الامتحان الحقيقي لكل الأكاديميين والمثقفين العرب خصوصا من يتعامل مع إعلام الغربي هو أن يدافع عن حق الفلسطينيين كشعب مستعمر في المقاومة وليس فقط أن تبكي على ضحايا لأن البكاء على الضحايا ليس له ثمن ومن يخشى أن يدفع ثمن الموقف الحقيقي لا يجب عليها أن يخاطب الإعلام الغربي للأمانة لأنهم كلهم يخرجون على الإعلام الغربي ويدنون المقاومة منذ اللحظة الأولى امتحانكم الحقيقي حقيقة والذي يثبت أنه لسانكم ليس مشقوق يتحدث بطريقتين هو ليس فقط البكاء على الضحايا ولكن أيضا شكرا دكتور سيف الدفاع المقاومة والقتال شكرا جزيلا لك دكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع والدراسات السياسية في جامعة ويسكنسون كنت معنا من شيكاغو شكر موصول لك يا زميلة بهيح لو مديرة الميادين أونلاين ولكن نختم مشاهدين مع هذا الفيديو في حروب الإعلام بفيديو تحديدا من كندا حيث قامت مجموعة من النشطين المعارضين للدعم الرسمي لإسرائيل بمقاطعة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال وجوده في أحد المطاعم فكيف كان المشهد الإجابة نتبعها الآن اشتركوا في القناة تقني معنا بإشث عن جان violate المملات ترودو اشتركوا في إمكان إبكان، تحرررررررررن سااااااااااااا aha أيطرتك ترجمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة